يقول مرفق بين الوثن والصنم الصنم ما كان على صورة على صورة حيوان صورة إنسان أو حيوان أو حصان صورة لوات الأرواح هذا هو الصنم أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة كالقبر والشجر والحجر كل ما عبد من دون الله فهو وثن سواء كان على صورة لا تروح أو على غير صورة